أهلا بيكم من جديد في فقر التساهم وقوسه على بركة الله ومصحوبا بدعوات أكتر من 100 مليون مصري بيخوض منتخب مصر في السابعة من مساء اليوم وجهة تحديد المصير في العاصمة السنغالية دكار باحثا طبعا هناك عن تأهل بإذن الله يكون تأهل تاريخي نحو المنذيال والأمل كل الأمل في كتيبة ميستر كارلوس كيراش بقيادة طبعا فقر العرب وأفضل لاعبي العالم حاليا محمد صلاح في تحقيق حلم كل المصريين بلوغ نهائيات المنذيال العربي في قطر شهر نوبمبر المقبل أكيد هيكون لنا كلام أكتر عن اللقاء المصير المنتظر وفرصتنا في تأهل بيساعدنا دلوقتي يكون معينا في استوديو نهارك أبيض كابتن مصرفة إبراهيم نجب نادي الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي برحب حضرتك يا كابتن نورني أهلا بحددك وكل سنة وحضرتك بخير والشعب المصري بخير ويا رب يبارك لنا في شعبان ويبلغنا رمضان إن شاء الله والفرحة تكون من نصبنا بإذن الله في المباراة المصرية اللي حضرتك قلت عليها مصر والسنغال إن شاء الله نبارك لبعض بعض المباراة بإذن الله بصول مصر لنهاية كاسعام إن شاء الله يعني نهارده حلقة تاريخية فتمنى نهاية تنتهي أو تكلل في نهاية اليوم إن شاء الله بفوزة منتخب مصر خلينا نتكلم يعني إحنا بعلنا أسبوع بنحاول إن إحنا نعمل كل يوم تغطية طبعا عن مباراة مصر والسنغال المباراة المرتقبة من الجميع فالنهارده حرارك معي ومورني وحب أتكلم معي عن تفاصيل أكتر في المباراة يعني خلينا نرجع كتاني لمباراة الذهاب حرارك شفت أداء منتخب مصر في المباراة الذهاب إزاي؟ الأول إحنا عايزين نتكلم إن إحنا بلعب منتخب مصر عايزين نتكلم عن نفسنا لإن إحنا محتاجين الدعم والمساندة كلعبة المنتخب منتخب مصر منتخب قوي جدا منتخب محترم بيدم زي ما حدك قلت أفضل لعيف العالم محمد صلاح بيدم برضو مش محمد صلاح بس معنا ترزيجي أنا سعيد جدا بعودة ترزيجي لإنه لعيب تجيل فعلا ومؤثر في المنتخب مصر بجانب اللاعبين الموجودين اللي أنا كنت أتمنى برضو اللعيب برضو اللي كان فارق معنا هو هيفرق معنا أحمد حجازي نتمنى له الشفاء إن شاء الله متخب مصر متخب قوي وعودنا في اللقاءات القوية المصرية إنه هو بيكون على أد المسئولية وعلى أد الحدث ده شوفنا في كاس الأمم الأفريقية الأخيرة في المباراة المارسون التلت مباراة المغرب والكاميرون يعني أدى مباراة قوية جدا مع فرق قوية جدا وكان من ضمن الفرق دي في النهاء السنغال فمنتخب مصر في المباراة الكبيرة بتكون شخصيته موجودة بيقدر يوصل للهدف اللي هو عايزه لأنه عنده جهاز فني على مستوى عالي جدا مستر كروش ومنعونيه طبعا بجانب كتيبة من اللاعبين يعني مش عايزة أقول فعلا اللي عندهم إرادة كبيرة جدا وعندهم وعي كبير جدا وتركيز كبير جدا وفعلا يعني فخر لنا وبنتشرف بيهم زي ما كلنا متشرف بيهم في كاس الأمم بالرغم من عدم أحرازنا للبطولة لما حسنا أن اللاعب أد المسئولية وحس بقيمة مصر وبقيمة متخب مصر وبقيمة شعب المصري فنتمنلهم التوفيق وإن شاء الله بإذن الله دعوات كل المصريين وتوفيق ربنا بإذن الله إن شاء الله بإذن الله هنبارك لبعض بعد المباراة دي بالنسبة لمنتخب مصر مش عايزين برضو ننسى حاجة مهمة جدا إن احنا باللعب منتخب قوي جدا منتخب محترم بضم لعيبة على مستوى عالي جدا يمكن أولهم مندي أحسن جون في العالم وقدام فوق مانية من أفضل اللعبة اللي موجودة في العالم مش عايزين طبعا بنحترم الخصم وبنقدره إنما إحنا عايزين إيه من المباراة إحنا لعبتنا على قد المسئولية إحنا لعبتنا في المباراة المسئولية بتبقى فعلا في قمة تركيزها وفي قمة الرجولة والروح والأداء وطبعا إحنا شايفين أنا بس هقول نبزة زغيرة كده المباراة اللي فاتت لما محمد عبد الملع اتصاب من اتنالي والشفاء طبعا إن إحنا لقيلة محمد صلاح بلعب بكريت محمد صلاح النجم العالمي الهداف الخطير عمر عبدالله عمر بكريت بتاعنا دخل محمود عمر جابر عمر جابر دخل بقى مساك ومحمد صلاح بقى بكريت شوفي الروح وشوفي وطلع كورا جوة 18 يعني هي دي المسئولية هي دي الروح أنا عايز أحقق يعني أسعد أنا بقى بجرد من كل حاجة أنا بجرد من نفسي ومن المنتخب أنا ببص في المدرجات وببص للشعب المصري أنا بجرد من كل الكلام ده أنا إزاي أسعد الشعب ده إزاي حقق أمنيات الشعب ده إزاي أفرح الشعب ده في حاجات مهمة جدا بتدي أنا كالعيب كورا وكمدرب بتدي كده يعني إحساس إن إن شاء الله ربنا معانا الهدف اللي إحنا جيبناه في مصر هدف يعني فيه توفيق كبير جدا من ربنا آه فيه تعب وفيه شغل اتعامل إنما فيه توفيق كبير جدا من ربنا وطالما توفيق ربنا إن شاء الله معانا إن شاء الله بإذن الله بحيكمل معنا في مرات السنغال وإن شاء الله بإذن الله يعني الواحد طبعا بقول إن شاء الله بإذن الله هنبالك لبعض هنبالك لبعض المطش إن إحنا إن شاء الله نعمل الموقع القوية الصعبة دي يعني خلينا نتكلم عن النهار ده يعني مباراة مهمة مباراة الدفاع هيكون فيها كلمة السر يعني شايف تأثير غياب الوينش ومحمد عبد المنعم في لقاء النهار ده إزاي هي دي المشكلة يعني إنت لما بتقعد يشوف إحنا بنتكلم مع بعض كمحللين ومقدمين برامج والشعب حتى بره كله بيتكلم مستر كروش هيحل المشكلة إحنا بنصق ثقة كبيرة جدا في لعبتنا وفي جهازنا الفني إن هو قادر إن هو يحل المشكلة دي طبعا إحنا كل اللي بنقوله اجتهدات إنما أكتر واحد يقدر يعني يحط إيده على العلاج الصحيح الجهاز الفني اللي هو أقرب واحد موجود لللعبين اللي إحنا بنشوفه من المعطيات اللي موجودة والأسام اللي موجودة إن طبعا فيه محمود علاء موجود في ياسر إبراهيم هو أول لما حصل هو أكيد فيه يعني أي مدرب بيبقى لما بيجي لعب مثلا مساك أو اتنين مساكين وفيه اتنين بره بيبقى فيه واحد نمرة واحد تغيير فيه نمرة اتنين فواضح جدا أنه هو نمرة واحد كان بالنسبة للمساكين أنه هو محمد لما محمد عميزة صاب أنه هو ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم طب رائع في أداء ياسر إبراهيم يخصى أنه بيحالك وطب ياسر كبيرة هيلعب أساسي بصراحة يعني المباراة اللي فاتت أدى أداء جيد بالنسبة أنه بقى له فترة برضو مش موجود ما بيلعبش أساسي ولقى فيه مباراة صعبة وكبيرة جدا ولقى فيه وقت كنا مضغطين فيه بشك كبير جدا أداء جيد جدا طبعا فيه محمود علاء لعيب برضو مش لعيب مميز ولعيب كبير وعنده خبرات فيه استدعاءات حصلت لعلي جبر ورامي ربيع يعني أنا طبعا بصي إحنا دلوقتي مصنحة مصر فوق أي شيء إحنا لازم نتكاتف وندعم ونساند منتخب مصر لأن المدير الفني يعني إحنا دلوقتي عندنا سكة كبيرة جدا جدا فيه لأنه هو راجل وصلنا لمرحلة يعني كويسة جدا من الأداء ومن اختيار الطريقة ومن يعني شكل الأسلوب اللي بلعب به اللاعبين فإحنا عندنا سكة كبيرة جدا في المدير الفني وفي اختياراته أهم حاجة بس أنه إحنا يعني أنا وجهة نظر الشخصية يعني المتوضعة يعني وجهة نظر أنه أنا أسحب واحد من نص الملعب حمد فتحي أو عمر السلائي يلعب في الحتة اللي تحت دي وفيه واحد من الموجودين لأنه ده موجود في الملعب وأساسي وبعدين لعيه بكرة كويس يعني كرته كويسة لأنني محتاج برضو أن أنا أقف على كرة وأشتغل بكرة من تحت يعني أنا دي وجهة نظر الشخصية أن أنا ممكن أسحب حمد فتحي لعبها في النادي الأهلي وعمر السلائي في بداية أداءه يعني في بداية لعبه في الإسماعيلي كان بيلعب في الحتة دي فعنده الإحساس بالمكان وكمان بيلعب يعني متواجد في الملعب غير لما يجيب اتنين ما كانوش بيلعبه خالص وحطوهم فيه ستين الكيميا ممكن يعني يحصل فيه شوية مشاكل ما كانوش من البداية مع الفريق وخصوصا أن أنت إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا المباراة اللي جادي في أهم خط الخط الدفاع طبعا إحنا يعني برضو أداء يعني أكتر من رائع لعمر جابر بالنسبة لأنه بعيد كان بعيد وجي من بيد قوي ولقى بمباراة كبيرة جدا قدام فريق كبير جدا وأدى أداء جيد إنما إحنا هناك محتاجين برضو يعني أحمد فتحش كويس أنا محتاج المباراة دي برضو أعتقد أن عمر كمال عبد الواحد يعني عشان الأجسام والهدر أعتقد أنه محتاجين برضو إحنا كنا بنعالم المباراة الأولانية من الكور السابتة وهم بلعبوها بشكل جاد جدا يعني أنا عايز برضو أعمل يعني أعمل توليفة وعمر كمال عبد الواحد يعني شغال مع المنتخب شغال وبيلعب يعني الكيميا موجودة والانسجام موجود إن أنا ممكن أبتدي به وفي الوسط المدافع اللي هو المساكين يعني أعتقد يعني موجودة نظر المتوضعة إن ممكن عمر السلاية أو حمد فتحي يكون البديل مع واحد من المساكين اللي موجودين علي جابر ياسر إبراهيم لإن أنا عايز أعمل برضو مش عايز إن أنا أحط ناس بتلعب بماها كويس وأقفل إن أنا عايز أمسك كورة من تحت وأشتغل بلاييني دي مهمة جدا ودي من أميز أو نقطة القوة في أداء منتخب السنغالي يعني كنا بنكلم في الإنترو عن الكرات الثابتة ويقد إيه خطر طبعا على الخط دي فعنا شايف إزاي ناخد بالنا من حاجة زي كده أول حاجة المدرب هيقولها إن أنت في التلت الأخراني ده يعني التركيز كبير جدا أنت متعملش أخطاء في الحتة دي يعني لأن الأخطاء في الحتة دي قاتلة يعني تعتبر زي ده البط الجزاء لأن إحنا شفنا أطوال كبيرة جدا وإحنا للأسف إحنا بنعاني لأن إحنا الأطوال بتاعتنا طبعا فيه أطوال 190 وحاجات يعني أطوال جدا أطوال جدا فطبعا أول حاجة هتتقلم المدير الفني إن أنا لازم أخطاء في الحتة دي طبعا لعيلة جدا الحاجة التانية إن الخطأ لما يتعمل زي ما بقولك اختيار التشكيل بقى بيفرق في حتة إنه لما الخطأ ده موجود أنا عندي من يبلعب هيدرز كويس من اللي هيشتغل الشنوى عليه عمل كبير جدا النهاردة إنه هو أكيد كابتل حسام الحضري في الفترة اللي فاتت دي اشتغل في الحتة دي لإنه هو برضو لو طلع اشتغل بالبوكس أو مسك حيريح كتير جدا ويشيل عبء كبير جدا على المدافعين ويقالل الخطورة النهاردة لازم نكون في كمة تركيزنا المباراة الكبيرة الفاصلة دي لازم اللعيبة تكون في كمة تركيزها لإن الخطأ لو حتى صغير ممكن ما يتعودش ما تعرفش تصلحيه لازم نبقى في كمة تركيزنا كمة التزامنا كمة الروح النهاردة احنا مش بنلعب جيم دفاعي احنا بنلعب جيم دفاعي مغلف بشكل هجومي لإن احنا عندنا أحسن لعيب في العالم أندي أكبر أندي في العالم بتخاف منه النهاردة ان شاء الله أنا بلعب مش ضد السنغال أنا نهاردة بلعب ضد الوقت الوقت كل ما بقى حريص جدا إن أنا أبقى ماسي كورة بستحوز ما بديش فرص لعب أهم حاجة النهاردة الخطوط تبقى قريبة من بعض جدا لإن منتخب السنغال عنده سرعات ومهارات كبيرة جدا وشوفنا الكلام ده في المباراة الأولانية لأننا لازم أحافظ على خطوطي تبقى قريبة جدا من بعض سواء في النحاة الدفاعية أو في النحاة الهجومية لما بلق النفسي في العجل المباراة لازم بلق النفسي وراء الكورة عشان أقلل المساحات وأقدر أشتغل يعني ما بديش فرصة للمتخب السنغالي إنه هو يتحول للنحاة الهجومية لإنه عنده سرعات كبيرة جدا وإحنا شوفنا وعانينا المباراة الأولانية من المشكلة دي الجنب اللي بلعب نحاة الرايط نحاة السنغال جنب ده يمكن جنب الشمال كل فرصة يعمل فرقة قوية جدا إنما محمد فرح لحاة الرايط عامل يعني موقف الناس يمكن ما نه هو اللي بشغل في الحتة دي من فوق وإحنا إن شاء الله بإذن الله عمر والعبية الدفندرات في نصف الملعب نقدر نقفل الملعب على منه بشكل جيد لإنه برضو المباراة الأولانية كان فيه دفاع وكان فيه التركيز مش مية في المية يعني الروح كانت غالبة كان ما نهي بيستغل لنلعب كواس جدا كنا اتنين بنضغط عليه وقفين جنب بعض مش ممكن لازم واحد بيضغط واحد في دور عشان لو عمل عدة اللي كان المطش الأولاني بيعد الكورة وبيعدت لقينا بصرايح للجون فطبعا إحنا بقى فيه تركيز لشكل الدفاع يبقى منظم أكتر ندائق المساحات بشكل كبير جدا جنب الرايط الرايط بتاعهم هو دي صار واسماعيل صارة ولازم بقى فيه تركيز نقفل على الناس ترزيجية اشتغل من فوق دفندرات يبقى فيه نيل شوية ونقفل الحتة دي لأنه ده الجنب اللي كان شغال بشكل كبير جدا في المباراة اللي عندنا مع شوية اختراقات مما نيه لما كان عدم التركيز وعدم التنظيم داخل الملعب بجانب أننا لما بعمل الكلام ده أنا بداية المساحات زي ما عملت في كاس أمه الأفريقية أنا قفلت علوم المساحات بشكل كبير جدا وبعد كده عندي سرعات وعند لعيبة كبيرة جدا تقدر تقف على الكورة وتقدر تشغل في المساحات عنده عمك وهجومي عند العيب عداف كبير جدا ولازم أنه هرده الناس دي عليها عبء كبير جدا إحنا مشغول الجانب الدفاع مهم إنما الجانب الهجومي أهم لأنه هو ده اللي هشيل العب وهينقل الفريق من الناحة الدفاعية للناحة الهجومية ونستغل الصغرات اللي هتبقى موجودة أكيد مع مرور الوقت هتبقى فيه مساحات كبيرة جدا لأنه هم عندهم مشكلة كبيرة جدا مرضوح لعزين نتكلم إن طرفين الملعب ما اللهمش دعوا بالتغطية لدخل الملعب كلوبيالي وديالو الاتنين جوه الملعب يمكن ديالو تصاب المتشل اللي فاتل لعيب التاني اللي هو بتاع أولومبيكاس لوناني يمكن لعيب نفس ستايل ديالو إنما التغطية الداخلية بتبقى مش موجودة ففيه يعني مشاكل في البكين اللي فوق تريزيلي وصلاحة إن شاء الله قدرين هم يستغلوها مصطفى محمد يشتغل في الأمك الهجومي عشان يشغل الناس دي ويسهل للناس دي إنها تروح في المساحات وفي وقت من قطة يبقى محطة نشتغل عليها ونطلع بالكورة فيها فالناس دي لازم تبقى النهاردة احنا بنتمنى النهاردة بإذن الله حاجتين مهمين جدا لعيبة في كمة تركزها اللعيبة في كمة التزامة اللعيبة في كمة التنظيم الدفاعي والهجومي كمة الروح حاجتين مهمين جدا لازم يكونوا إن شاء الله موجودين توفيق ربنا سبحانه وتعالى وحالة اللعيبة النهاردة اللعيبة عندنا صحقة كبيرة في ربنا عندنا صحقة كبيرة جدا فيكم اعملوا اللي عليكم اشتغلوا وبزيلوا أقصى جهد عندكم شعب المصري وانتوا رجلين من كاس الأمة أفريقية سعداء بيكم وفخرين بيكم إن شاء الله هنكون سعداء وفخرين بيكم النهاردة بس الفوز وصول ملكس العالم يعني أفتكر إن الأفضلية عند المنتخب المصري عند اللعيبة أفتكر إن ده نفسيا هيكون فارق بشكل كبير جدا معاهم إحنا المتقدمين فأفتكر إن ده هيكون فيه فيه شيء إيجابي عند لعيبة المنتخب المصري وبالعكس عند المنتخب السنغال شوفنا طبعا تصريحات آليو ساسي بيتكلم عن إن الوقت هو عدوهم الأساسي دلوقتي هم مضغوطين جدا وأكيد كمان الجماهير ده يكون بشكل سلبي نتمنى إن الضغط ده ما أصرش عليهم بشكل إيجابي ما يحمسهم شو أكتر نتمنى إن الضغط ده ستضلهم طاقة سلبية تخليهم ما يقدموش أفضل أداء ليهم في المباراة يعني زي ما كنا من الكلام إن الضغط هيكون بشكل كبير جدا على منتخب السنغال النهاردة الجمهور طبيعي طبيعي زي ممنتخب مصر هنا الجمهور هو كان داعم والسند والظهر وهو اللي بيحقق الكوة الدفع للعيبة أكيد الجمهوري إنك هشتغل نفس الأداء أنا لعندي لعيبة كبيرة جدا لعبت في الضغطات دي سواء اللعيبة اللي بتاع في المتخب بلعبه في أهل زمالك في فرق أوروبية كبيرة جدا عندنا خلي بالك احنا عندنا ميزة كبيرة جدا احنا عندنا مدرب كبير داخل الملعب مش مدرب احنا عندنا تلات مدربين داخل الملعب وده بيفرق في أداءنا التوجيه وحيطة إن أنا متص فيه أوقات كبيرة جدا صراح بيمسك الكورة بيهدر رتم اللعب ترزيجي بيمسك الكورة بيهدر رتم اللعب لإن دول لعيبة كبيرة وأنا بقول دول مني ترزيجي محمد صراح مش لعيبة بس في الملعب ده لعيبة ومدربين لإن فيه وقت من الأوقات هم بيحسوا إن الجيم أو زي ما بيقول شخصية ومش موجودة شخصية متخب مصر بيحاول إنه يرجحها بيحاول يخلي رتم المباراة في دين متخب مصر فاللعيبة دي مهمة جدا واللعيبة اللي موجودة تانية بتشتغل على نفس الشكل أو نفس الأداء مهم جدا إنه إحنا نتحكم في رتم المباراة مهم جدا إنه إحنا يعني زي ما بنقول كده إحنا النهاردة عايزين نلعب يعني رتم المباراة نتحكم فيه سرعة في صالح السنغال سرعة رتم المباراة في صالح السنغال في أوقات كتيرة وخصوصا في اللحة اللي هو جميع ان انا عايز اعمل حاجات كتير دول ملعب انا عايز افئد منتخب السنغال شخصيته شخصيته موجودة ازاي انه بيحضر الكرة من تحت لازم مستر كرشو اكيد وهو عمل كلامنا في المباراة الاولانية انه ضغط من فوق انه حاول انه هو خصوصا في اول 25 دقيقة او 27 دقيقة ان احنا جبنا الجول وتحس ان احنا مسيطارين على المباراة شخصيتنا موجودة داخل الملعب دي مهمة جدا النهاردة ان انا افئد منتخب السنغال شخصيته ان انا ما خلوش احضر من تحت لالعب الكورة طويلة وطبعا انا لما بضعب بابا محضر نفسي للكورة طويلة دي الساكند بول دي تبقى بتاعت انا الحاجة التانية ان انا عايز خطوطي تبقى قريبة جدا من بعض عشان ما اديش فرصة الاسماعيل صار ومانيه ومندي لعيب نص الملعب اللعيبة السريعة المهارية دي انها بقدر تشتغل في المساحات انا عايزة دي المساحات عشان ما ادوش فرصة للكلام ده يبقى فيه شكل منظم داخل الملعب طول التسعين دي يبقى انا بقفل المباراة على المنتخب السنغال والوقت بمشيه اللي هو في صالحي اللي هو بيضغط بي الجماهير على الفريق الكلام ده بيخلي فرق السنغال تنضغط اكتر طبعا لما بينضغط اكتر تركيزه بيقل ولما التركيز بيقل الاخطاء بتظهر ولو الاخطاء ظهرت عندنا لعيبة كبيرة جدا زي محمد صلاح وترزيجيه ومصطفى محمد والنيني الناس اللي موجودة بتقدر تستغل الاخطاء دي وان شاء الله بإذن الله على متفائل ده اللي أنا بتتكلم عني هذا الضغط اللي أنا بتمنى انه يتصدر من الجماهير الضغط السلبي اللي بتمنى يتصدر من الجماهير السنغالية اللي لعيبة السنغال ويأثر عليهم بشكل سلبي طب خليني أسأل حدثك عن سيناريوهات المباراة إيه أفضل سيناريو من وجهة نظرك للمباراة النهاردة طب إحنا أفضل سيناريو بالنسبة لنا للمباراة تطلع صفر صفر وأفضل أفضل من السيناريو ده اللي إحنا نجيب جوله بقاحد صفر إحنا لو لعبنا على صفر صفر بصراحة ما فيش حد ما فيش مدرب يعني مش ده أفضل بصها إنجي ما فيش مدرب بيلعب على صفر صفر أنا راضي أنا راضي ما فيش حد بيدافع بس وخصوصا أنا عندي القدرات لأي مستر كوبر زمان كنا بيقول منتخب محمد صلاح النهاردة مستر كوش غير شكل المنتخب النهاردة بقا في المباراة دي إحنا عايزين نرجع لمستر كوبر إحنا عايزين نقفل قوي ندافع بشكل جيد جدا فيه تركيز فيه تنظيم فيه روح الأخطاء طبق موجودة في التلت الوسطاني ونشتغل بقا على محمد صلاح في المتحدة التي تبقى موجودة أو تنزجي أو مصافة محمد ده اللي لازم يبقى موجودة نهاردة السينياريوهات أكيد السينياريوهات الموجودة إحنا معنا يعني إحنا صفر صفر فيه كذا سينياريو إحنا إن شاء الله صعبين إن شاء الله واحد صفر إحنا صعبنا المأمورية كتير جدا عليهم حتى لو دخل فينا جول واحد صفر إحنا لسه عندنا أمال كبيرة وعندنا لعيبة كبيرة جماعة وإحنا عندنا منتخب قوي إحنا زي ما إحنا عمي الحساب السنغال نتمنى النهاردة نحن نفوز يعني بأي سينياريو إحنا عايزين المباراة بقى بالزبط 60 ثاني يعني الحاجة بصفر المباراة تنتهي لإن كلنا على أعصابنا إن شاء الله المباراة تعدية ونحسش بيها وإن شاء الله المباراة تكون في الآخر لصالحنا ونفوز زي ما قلت حاجة بأي سينياريو بشكر حريك جدا كابتل مصطفى إبراهيم نوارتيني وشرفتيني وكانت حلقة متعجلة مع حضرتك ربنا خليتي أنا اللي بشكرك وبشكر البرنامج ويا رب نصر المصر النهاردة ويا رب مصر تفرح النهاردة إن شاء الله لأن الشعب المصري يستاهل أن يفرح نحن نستاهل الفرحة دي نتمنى النهاردة 100 مليون مصري يفرحوا بمنتخب بلدهم ونعيش أجواء الفرحة اللي نفسنا فيها ومستنينها بقالنا كتير جدا كان نفس يكون معيكم بكرة نحتفل مع بعض بصعود منتخبنا لمونديال كاس أو لمونديال قاطر عشرين اتنين وعشرين لكن بكرة هيكون نرفانة وإحمد عليهم هم اللي هيكونوا معيكم دي آخر حلقة ليا قبل رمضان في نهارك قبلت كل سنة وحضراتكم طيبين ويعني خلونا نقول كده إن شاء الله بكرة نطلع نحتفل مع بعض دايما تكونوا بخير ونشوفكم في حلقة جديدة بكرة إن شاء الله